تحل الحياة ويا رؤى قلبي الصاد ويشريق الكون من قاف ومن صاد يا فتيات الرتل القرآن خاشعة قلوبهم في هناءة وإسعاد سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة وتاجع الزل أجيال وأحفاد سيروا فإن الدنا تشتاق من ولاهن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أحباب الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنه دائما في هذا البرنامج نحاول أن نسلط الضوء على الوسائل أو النقاط أو العادات التي تجعل حياة الإنسان سعيدة وجميلة الله عز وجل هو الذي خلقنا والله عز وجل هو أعلم بما يصلح أحوالنا فلا عالم بحالنا إلا الله سبحانه وتعالى قال ربي عز وجل ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير لما خلقنا الله سبحانه وتعالى طبيعي أن يكون في حياة أو في النفس البشرية الخير والشر ولذلك الله عز وجل لما خلق الخلق خلق من ضمن الخلق الجنة والنار وجعل للجنة أهل وجعل للنار أهل نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يعيدنا جميعا من النار الجنة أهلها ذكرهم الله عز وجل أنهم أهل العبادة وأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل التوحيد وهم المتوكلون على الله سبحانه وتعالى والنار نسأل الله السلام منها النار أهلها أهل الكفر والشرك والنفاق وأهل المعاصي والإنسان إذا أراد أن يكون من السعداء في الدار الدنيا وفي الآخرة عليه أن يكون ممن يلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى ويبتعد قدر الإمكان عن المعاصي ويلتزم جادة الطاعة لله سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان مهما يكون طائع لله سبحانه وتعالى صاحب عبادة لابد أن يحصل منه خطأ لابد أن يقع في الخطأ لابد أن يحصل منه تقصير وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لو أنكم لم تخطئوا لو أنكم لم تخطئوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم الله عز وجل يحب ذاك الإنسان الذي إذا وقع في الخطأ أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل لأن هذا العبد يعلم أن له رب غفور رحيم يقبل التوه من عباده لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه فإذا عاد وأذنب ثم تاب تاب الله عليه فإذا أذنب في الثالثة ثم تاب قال رب عز وجل إن عبدي قد علم أن له رب يقبل التوبة أشهدكم أني قد غفرت له وهذا الحديث ليس معناه التصريح في الوقوع بالذنوب والمعاصي الله عز وجل لا يحب الذنوب والمعاصي لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإنسان لابد أن يقع منه هذا التقصير إما من غير قصد أو من خلال نفس أماره بالسوء أو وسوسة شيطان ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بأخذ الأسباب لعدم الوقوع في هذه المعاصي فإذا غلبتك النفس أو وسوسة لك الشيطان وأذنبت فاعلم أن هناك رب غفور رحيم يقبل التوبة من عباده وحينها ستشعر بالسعادة لأنك رجعت وتبت إلى الله تبارك وتعالى ومهما كانت الذنوب على الإنسان مهما كانت الذنوب مهما كان حجمها مهما كان مقدارها مهما كان نوعية الذنب والمعصية مدام أنك على الحياة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى فقط يريد منك يا عبد الله أن تتوب ثم أن الله عز وجل بإذن منه وبرحمه منه سبحانه وتعالى قد يقبل منك هذه التوبة إذا رأى منك صدق النية واستيفاء شروط هذه التوبة يقول الله عز وجل لما ذكر في سورة الفرقان قال وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر شوف ابتدأ المعاصي بأكبر وأعظم ذنب يرتكب وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضاعف له العذاب وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا استثنى الله عز وجل إلا من تاب طبعا لما ذكر الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يُضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة هذا إذا ما تاب ثم أنه مات فإنه قد يلقى هذا العذاب العظيم من الله سبحانه وتعالى إلا استثنى الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة يقول ابن كثير رحمه الله الغنيمة الباردة أن تصلح ما بقي من عمرك فيغفر لك ما مضى منه يعني ممكن إنسان يكون مدى الله سبحانه وتعالى في عمره إلى الثمانين سنة والإنسان لا يدري متى ينتهي أجله هذا في علم الغيب لكن لو افترضنا أن هناك إنسان مدى الله سبحانه وتعالى في عمره إلى الثمانين سنة وقد أسرف هذا الإنسان على نفسه بالمعاصي إلى أن بلغ من العمر خمسة وسبعين سنة مثلا ثم أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى و التزم بالصلاة و بالصيام و بالصدقة و أكثر من قراءة القرآن و الاستغفار و أخذ يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر له ما مضى من الذنوب ذلك مصداقا لهذه الآية إلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا رحيما يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني أهل العلم يقولون إما أن الله سبحانه وتعالى يأتي بسيئات هذا الإنسان فيحولها إلى كفة الحسنات فتكتب له حسنات و إما القول الثاني و هو أقرب إلى الصواب أن الله عز و جل يبدل سيئات حسنات يعني بدل ما كان يمشي بطريق في طريق كله معاصي سيئات أصبح يمشي في طريق كله حسنات فقد بدل الله سبحانه وتعالى الطريق السيئات إلى طريق الحسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني بدل الله طريقة من معصية من أن يصبح إلى أن يمسي إلى حسنات من أن يصبح إلى يمسي فأصبح يحافظ على الصلاة و يحافظ على الذكر و يحافظ على قراءة القرآن و الاستغفار و غيرها فأصبح هذا الإنسان تائباً لله فيتوب الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له و آيات التوبة كثيرة في القرآن التي تبين لنا سعة المغفرة من الله و سعة رحمة الله سبحانه وتعالى و قد ذكر الله في أول سورة في كتابه الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أي أنه يرحم عباده و كان بالمؤمنين رحيمة فيقبله التوبة إذا تابوا هؤلاء العباد لله سبحانه وتعالى و من تاب فقد نال السعادة العظيمة و أصبحت حياته جميلة جداً كما قال ابن تيمية أنا ماذا يصنع بأعدائي أنا جنتي في صدري أنا ذهبت فهي معي و كما قال رحمه الله لو علم أبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجال دون عليها أسأل الله سبحانه وتعالى نجعني و إياكم من السعداء في الدنيا و الآخرة و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين يا فتيات و يا رؤى قلبي الصاد و يشريق الكون من قاف و من صاد يا فتيات الرتال القرآن خاشعة قلوبهم في هناءات و إسعاد سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة و تاجع الزل أجيال و أحفاد سيروا فإن الدنا تشتاق من وداه